موسيقى طلبناك حاجة أخرى طلبناك شهادات الوفاة ديال هادوك اللي تعدموه في ثلاثة وسبهينا مقررن وصحابه في ديك الساعة عند وزير العادل سيبو زباع وحوّلني عند مولاي الطيب الشرقاوي اللي كان مدير الشيوم اللي جاني الجنائية واتصل بوكيل الماليك في المحكمة الأسكرية في اللول كي يدفنو تأتيك في نوم وكي يدفنو واحد 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 من بعد قالوا لنا دوك الشول اللي جا وجات جا دريس البصري بإليكوبتر وثمك قالوا مفسعوا الحفرة وجيبوه في الكاميو وفقا تخويه موسيقى الناس تماء كده وزوا 18 سنة في ديك السمية المعتقل مع أمرهم غسلوا مع أمرهم حسنوا مع أمرهم شافوا الشمش يعني الموت البطي أقرب دوار لهذه المنطقة؟ موسيقى وقالوا لنا، أجل ما بيدلش في الطاقة ماشي بعيدة عن الحدود الجزائرية أتمام فقالوا لنا هموها هذيك 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 تازم المرت هذيك القلعة هذيك التكنة غدي غدي إخوها هذي أخوها الجيش وهذه إيرازي غدي حطم كل شيء هذي ريبة كان هذي ريبة هذي ريبة فطلبنا من النوم يخلونا هذيك العمارات مدم ريبو هذك اللي كان معتقل هذه كل عمارات الثلاثة اللي كانوا قائمين لأن هذه المنطقة تزمان مارس مانعين عليهم يشعلوا حتى الشمع ممنوع تكون عندهم الأفراح لأنه فجاء هذا المعتقل السري وبالتالي هذه القرية المسيكة تزمان مارس عاشوا واحد المحنة قاسية جدا في ذلك الفترة فاطلبنا منهم الجواب ديال الجيش المعركي أنه عند كل جويش في العالم العالم اللي يخرج من منطقة كي يهدم ذلك شي باش ما يجيش ما يخليش الأطار خاصة وحنا كنا شهود أنه كانوا يخز نسلح تنبك ديك الزيارة اللي يكون نادرنا واحد الاختراءة الليولى كانوا كي يخز نسلح أنه غادي يريبوا كل شي احنا طلبنا منهم ديك ثلاثة العمارات يبقى وحدا نديروا فيها مدراسة وحدا فيها تكوين الميهاني وحدا للنساء وديك يعني بغتوا تسلموا هاد المبناء من عند الجيش وهديك الساحة اللي مدفونين فيها هدي تكون مقبارة ديال القرية وطالبنا ليندير بها الصور وذك شي وطلبنا لهم أطلب قال الكو تديرها بايما كالشي الفضوح لنا وعندهم الحق ليهذا طلبنا التحكم الملكي هنا طلبنا التحكم الملكي وذين نقول الأخرين اللي طلبنا فيهم حتى هما التحكم الملكي هذين نحكيها فدلوا لنا معيد مع الجنرال البناني اللي كان قائد اسميته مشيتنا والسيدريس والسي عزيز بناني ولقنا ساعب العزيز الجنرال لاني مع الجنرال لكلونين إيه طلبناك حاجة أخرى طلبنا شهادات الوفاة ديال هذوك اللي التعدموا في ثلاثة وسبحين نعم قررن وصحابه بخيديك الساعة عند وزير العادل سيبو زباع وحولني عند مولاي الطيب الشرقاوي اللي كان مدير شيوني جاني الجنائية واتصل بوكيل الملك في المحكمة الأسكارية دللي معهم وعيد ومشيت عندهم قلت لو دي هذوك الناس اللي التعدموا بغين شهادات الوفاة ديالهم اللي نطلبينهم العائلات باش نسوي لهم الوضعيات ديالهم قال لي وخف حنا دكشي تندغطو يعني قصد دكشي بإنجاز داز يومين تلتيام ما تتصلش بيها أو تاني تتصلت بيه عالخير قلوا قول لي واش كين مشكي قال لي كين مشكي قلوا 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 له لا سافي حنا تدخلنا وانا ودي شوف ما عطيه مثلا مثلا أمقران أمقران مراتو ولدو بنتو ما كينش عارف ألمانيا لما تراشل المحامي ديالهم هو المرحوم محمد الفاروقي ما كينش ثم حنا لما عيننا صاحب الجلالة راحنا لحياء التحكيم في الحقيقة حنا محامين ديال الضحايا ودياله 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 وديال الدولة حنا وفعلا دينا احنا كينبع الضحايا اللي كان بغي يدير محامي كان نصحه ما تخسرش الفلوس ديالك حنا لها دي ندفع عليك حنا لك ندفع قالوا ميلا كان هكوا صاحب الجلالة أعطوهم المهمة محامين أعطوهم صح وفي شينا ماذا نجبنا هذيك المسألة وحللنا هذا المشكل ديال الشواهيد وحللنا المشكل ديالها صاحب الجلالة فعلا مثلا القضية ديال ديال دلبيضة المقبرة ديال الدلبيضة يعني اللي ساعدنا فيها واحد المحامية مريم وكريم في الأيام ديكستاع اكتبت واحد دارت واحد تحقيق مهم جدا واللي ساعدنا بزافش نكتشفو هذيك المقبرة ديال مقبرة ديال مقبرة ديال واحد وثمانين لأنه تماك تكتشف يعني دفنوهم في داخل تكنة ديال القوة ها ها كانت ديكستاع زيادة في الأسعار هيك زيادة في الأسعار نط الكمفيدرالية الديمقراطية الشور ندات بإضراب يكون عشرين اعتقد نطل الاتحاد المغربين الشور دار إضراب بالعاني نهار ثمانتاش وفرين ساندو باشي هرسوا داك الإضراب ديال 22 ولكن تمسكوه الاخرين الحكومة دارت واحد النوع التنازل خفضات الأسعار بخمسين في المية الاخرين النقابة قاتلهم لمية في المية وداروا الإضراب عام المهم كانت فيهم يعني عنف كثير يعني إليكوبتيرات ويطلق الرصاص وكثير الموتا يعني بزاف ديال الأحداث يعني الموتا وكان يعني داروا شي تقرير كان ديك الساعة مكليمي ودريس البصري اللي كانوا مسؤولين والجتاني كان دفنوا في مقابر جامعة يعني كان دولين كانوا في الأول يعني في الأول كان دفنوا أتيك فنو وكيد فنو واحد 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 من بعد قالوا نادوك الشور اللي جاو وجات دريس البصري بإليكوبتير وثما قالوا مفسعوا الحفرة وجيبوه في الكاميو وثقات خوي لأنه تمليح مليت تحفرات ودكشي في الأول كان كل واحد بوحدهم بعد كان دكشي مخلطة دراري هاسم أنتم مفله أشتغلتوا على المجهول الماصير ديال أحداث 81 وقلتي بأنه كان تحقيق صحفي ديال صحفية مريموك 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 اللي أعطاكم واحد واحد طريق باش تبحتو بأن نراه في المقبارة في المقرد الوقاية المدنية في الدار البيضاء في الشي دراري كيلعبوا تمك الكرة وكيشوفوا ذاك الشي تما وهذا الشهود اللي درتهم مريمانية ويوسف بججة ونشروا في الأيام بعد ذاك واتصلت بنا وعطت المعلومات اللي عندها وعلى ضوءها من المشينا الداخلية قالك ما يمكننا شي نحفروا لأن هذك لأنه مقبارة جماعية ربحها لجريمة ضد الإنسانية وعطت داخل مقر داخل مقر داخل داروا في ملعب ديال الكورات القدم كيلعبوا فيهم تحتهم فوقهم كيلعبوا الكورة هذك المسائل وكيف سكم تاخدوا الموافقة باش تتحفروا هذك ولي هذا كان صاحب الجال ما كانش هنا كان في اليابان فالتوقعات الاشتشارة قالوا بو فانسيز صامروا في العمل ديالكم وحتى أكرروا ها عود تاني فاش تقدم تقدم لول تقرير ديال الهيئات الإنصف والمصالحة هالي ديك ساقان تنقشو وش هذي يتنشر وش هذي ما يتنشر ش هذي البتالي ما ديال وقال الشعب المغربي يعرف الحقيقة ولي دي سميته وبالتالي نشرناه والتطباع والتوزع في المكتبات وفي الجامعات أيضا فاش كنا كان نديرو يعني باش ننسى في المجلس الاستشاري للحقوق الإنسان كان ديرو التوصية لإنشاء هيئة الإنصف والمصالحة حسنا تفخوها التوصية اللي يوفق عليه للمجلس كامل ونصفتها لصاحب الجيلة باش يدير هيئة الإنصف والمصالحة فهذاك النقاشتما كانوا الناس لي معارضين بحال سيبردوزي رحمو أحرضان واذاك شي ولي جاد صعب لنا القضية وفي ذلك النقاش في ماي 2003 وقاعدة الأحداث اللي بدأ انفجارت وهذه كفعلا صعبات صعبات نحن اللي كنا ندافعه باشيكون تكتسسي أحرضان والجالية سؤال مباشر كان يسيب وضرق هات الناس دابا اللي جاو يفجروا البلاد وقتلوا وذك شي حتى همام داب واحد خمس سنين نعوضوهم ونعتضروا ليهم تكتسسي أحرضان هات الناس إلا تعتقلو وإلا تهدبوه ومدرت لهم مش موحاكمة عادي لا رخصنا نعتضروا ليهم ورخصنا نعوضوهم هذا المكان ما كنا نديروش لأنه قال لي حقال انتو ما كنتوا ضد وكل قال لي السلاح ضد المالي قلت له يا هاتش المسائل كلها ولكن الآن هذا بغينا نطويب هات الصفحة وبغينا باش المصالح هذه مع التاريخ وصالح الشعب مع هات المسائل فكانت صعوبة منذ البداية وتنقول لنا هات الناس فتاهم ما كيبغي أولادهم ولكن بعد طريقة وعندهم حتيت خلب هات الشخص بحال البردوزي اللي هو كان في الحبس واللي كان يعني محسوب عن اليسار وتنقول لك المقومات ديال اسميته اللي فعلا الحالة المغربية استثناء جميع يعني لجان الحقيقة في العالم كلها الدرس إما على أنقاض سقوط نظام ديكتاتوري ولا أحداث دامية ولا انتفاضات يعني زوال النظام وما جئ نظام آخر فهذا نفس النظام الاستمرارية والدرس ناخده تونس ولكن في إرادة سياسية تونس هوا سقط نظام وجه نظام ورغم ذلك ما نجحتش ما نجحوش علاش إنه ما كانش إرادة سياسية عند القمة هذا وفادة المسائلة ديال ديال لا سمح لي لدينا فادقة ديال صاحب الجلال الطبط حنا دبا كنا نسمي واهيئة الحقيقة والمصالحة قال لك الحقيقة ما تديروهش حنا كنا دارت واحد للجنة في هالنصطد ونصماعه ودينا كانت تفاوضوا بشانه نجدو حل نجدو بالخلان لديك التوصية كنصة غالسي يعني شرف عليها سيب يعني حمد بن نيوب الله يرحمه يعني كانت دينا قرينا التجاري بالعالم كله وخرجنا منها أنها تكون توصية رائعة ولكن جاو السمية قال لك قال ليش الحقيقة انتم معدكم مش الحقيقة يعني ماذا كانت كرسي ريسوني الله يرحمه واللي جاب هذا القضية الإنصاف والمصالحة والمصالحة قدرناها ولكن اللي سقبلنا صاحب الجلالة في النصيب فقدير قال أنتم هيئة الحقيقة والإنصاف والمصالحة الظاهير اللي خرج الجريدة الرسمية هيئة الحقيقة والإنصاف والمصالحة عن يادل لكي سنفل إسلامي